أشرف الأمين العام لوزارة السكن الشيخ زاوي مصطفى بولاية سكيك دعا على توزيع أكثر من 9400 سكن من مختلف صيغ الشيخ زاوي مصطفى كشف على هامش ذلك أن هناك دراسة لبعض القوانين المتعلقة بالاستفادة من البناء الريفي للذين لا يملكون قطعا أرضية خاصة بهم التغطية لمحمد حمادة بلغ حوالي 9500 سكن بمختلف صيغ بعد حصة العاصمة لأكثر من 15 ألف حصة سكنية وأطمئن الجميع الذين لن يستفيدوا في هذه المرة أنه ما زال الخير ومقوى وحصص أخرى ما زالت في طور الإنجاز للإشارة تم توزيع ليو 50 ألف سكن وطنيا وهو رقم هام ومعتبر يساعد على التقليص من إزمة السكن في عهد الجزائر الجديدة بقيادة السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ليس لدينا ملكية الأرض رحنا ندرس في هذه القضية ورح نعدل في القوانين وإن شاء الله هذا يكون حلول في المستقبل إن شاء الله الحمد لله بعد التعب والمعاناة الكرة ركعارة فوملنا والحمد لله وقفة معنا الواليز هذا وقفة يعني صحيحة برك الله فيها والله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله